معلومات الوردة من الكاميرون بقى أب حكيم أعتقد أن كلها أن هناك حالة غضب عامة من الجميع الحقيقة هي البطولة كمان مش وقفة عند اللي هو الأخطاء التنظيمية ومش وقفة عند كمان أخذ بالحضرتك برضو تفشي أو زيادة عدد الحالات بتاعت كورونا برضو ده جزء طبي ومش وقفة عند كم 13 حكم آه آه ده في التحكم بس وكمان الأخطاء التحكمية كمان الكلام اللي تذكر يمكن كان من ساعة تحديد أمني وأن تواق الحذر والمجموعة السادسة ما تطلعش من مقارات الإقامة بتاعتها إلا لظروف وحاجات معينة كمان مستوى الفن بتاع البطولة تمو دخيل يا كابتن إحنا 12 مباراة تلعبت 12 هدف آه 12 هدف 12 مباراة لما تأخذ الموازل لها في البطولة أتكلم هنا مستوى فن مش بقارن أي حاجة دانية لما تأخذ بطولة 2019 الكهات في مصر أول 12 مباراة 27 هدف شوف الحذر الفارق إحنا النهاردة في كاسر ربطة في كاسر ربطة تسع أهداف في ثلاث مباراة اللي هي بتتلعب تقريبا يمكن بالصف التاني في أغلب الأندية فالمستوى الفن كمان ضئيل اللعبة متأثرة بإجهاد متأثرة برطوبة عالية جدا متأثرة حتى كان في حاجة لفت إليها بعض الزملاء من شوية إن إعلانات اللد نفسها كمان يعني حتى جزء الماركتينج التسويق برضو في مشاكل يعني البطولة مليانة مشاكل بشكل إحنا مش بنتكلم عن البطولة عشان نقول إن كان خطأ تنظيمها لأ إحنا بنتكلم عن البطولة فيها حاجات كتيرة جدا كان لازم يتوقف قدامها أهما حاجة كان الصحة طبعا الصحة كان لازم يتوقف قدامها اللجنة المنظمة قبل ما تأخذ قرار البطولة وده ناتج دلوقتي إن إحنا حتى المستوى الفني زي ما حكي قلت في الإنترو مفيش مطش لفت انتباهك خالص إلا شوية المطش بتاع كده في ورد الأخير دي حقيقة يعني 12 هدف في 12 مباراة بوقع هدف في كل مباراة يعني هل ده المستوى الفني اللي يعبر عن قارة أفريقيا ده مطش كمان